الملوك الاول 17 يارب تطلع على الشاشة ايوة كده يقولي وقال اليه التشبي من مستوطني جلعاد حين هو الرب لا يكون وبعدين اية 2 وكان كلام الرب له قائلا انطلق انطلق من هنا واتجه نحو المشرق اختبئ عند نهر كريث الذي هو مقابل الاردن اول درس حطيته وانا قاعد اتأمل في القصة واراها بتماعون قلت عايز اقول لكل واحد موجود هنا لان دي كانت البداية في حياة الية لغاية لما خادوا للقمة على جبل الكارمل على جبل الكارمل المواجهة القوية جدا بينه بين انبياء البعل والسارية فاكرين مواجهة دي الاله الذي يجيب بنار هو الله انا حطيت الدرس الاول وقلت في الدرس الاول لكي تصل الى جبل الكارمل لابد ان تمر بنهر كريث وبصرفة خدوا بالكواب من الدرس الاول عايز اشرحه كويس لكي تمر لكي تصل الى جبل الكارمل لابد ان تمر بايه نهر كريث وصرفة إيه اللي أقصده تمر أولاً لما يجي الرب يقول له يا إليه سيب الحتة اللي أنت فيها كان هو فين في السامرة السامرة عاصمة كانت العاصمة بتاع المملكة زي هذه القاهرة النهار ده اطلع من العاصمة وروح عند نهر كريث أمام الرب المفسرين يقولوا على نهر كريث أولاً ما كانش نهر بمعنى كلمة نهر ده جدول صغير جداً ده عبارة عن بركة صغيرة جداً ومكان مقفر وموحش وجبلي ومكان عزلة ومكان وحدة مكان صخري يقولوا حتى الشاطئ بتاعه عارفين شاطئ صخري متعرفش تقعد علي خالص ويجي الرب يقول له يا إليه أنا عايزك تطلع من هنا وتروح عند نهر كريث يا ترى ما قالش ليه يا رب ليه تاخدني من هنا ليه توديني عند نهر كريث ليه تاخدني من وسط صحابي ومن وسط أهلي ليه تاخدني من مكان خدمتي ومكان شهرتي ده أنا عملت معجزة واتنين والناس كلها هتلمت حوالي لا يا إليه ده أنا وأخدك أدربك أدربك عشان عايز أخدك لمقام أعلى لخدمة أقوى لتأثير متضاعف جداً أمام الرب عايز أقول لكل واحد يمكن يكون الرب في 2016 خدك عند نهر كريث وفكر وبس في إليه أول حاجة عايز يختالي بيه اختلاق كامل صح ولا هلط اختلاق كامل يا إليه أنا عايز أخدك بعيد عن الضوضاء وبعيد عن الناس وبعيد عن كل شيء أنا عايزك تقعد معايا اشتركوا في القناة